هذا وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وفد شركة ياسكي يوروب لامتد اليابانية لمتابعة موقف مشروع تصنيع ضفائر السيارات بمحافظة الفيوم والذي بدأت أعمل الإنشاءات به بعد حصول الشركة على رخصة الذهبية وتبلغ استثماراته 30 مليون يورو جميعها استثمار أجنبي مباشر جاء ذلك عقب ساعات من وضع حجر الأساس لمصنع شركة ياسكي اليابانية لضفائر السيارات بالفيوم حيث أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجدية والتزام الشركة في بدء تنفيذ المشروع وحرص رئيس الشركة على الحضور خلال فعالية وضع حجر الأساس للمشروع كدليل على حرصه على متابعة تنفيذه وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لهذا المشروع من أجل سرعة تنفيذه في أقرب وقت مشيرا إلى أنه وجه على مدار الفترة الماضية بتسهيل إجراءات تخصيص الأرض الخاصة بالمشروع بمحافظة الفيوم لتكون أول منطقة حرة خاصة بالمحافظة كما شدد مدبولي أيضا على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لدور القطاع الخاص في خطتها التنموية موضحا أن مصنع شركة يازاكي للضفائر يسهم في توطين مشروعات تصنيع مكونات السيارات بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات ترجمة نانسي قنقر